اعزائي طلبة الطالبات التعليم الفني التجاري اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برامجنا التعليمية وحلقة اليوم مخصصة لطلبة الصف الثاني السنوي التجاري شعبة الشؤون القانونية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات ما زلنا مع بعض بنستكمل شرح مادة القانون التجاري ويعرفنا ان احنا هذا العام بندرس احكام القانون رقم 17 قانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999 ويعرفنا ان احنا هنتكلم في الباب الاول في الترب الاول عن الاوراق التجارية طيب انا عندي كام ورقة من الاوراق التجارية عندي ثلاث اوراق او ثلاث انواع من الاوراق التجارية اللي هدرسهم هذا العام في الفصل الدراسي الاول باذن الله طيب ويعرفنا ان المشرع هل ذكر هذه الاوراق الثلاثة على سبيل المثال ولا على سبيل الحصر لا عرفنا ان هو ذكرهم على سبيل المثال يعني لو عندي اي ورقة موجودة وتوافر فيها جميع الخصائص اللي موجودة في الاوراق التجارية فانا بالتالي هعمل ايه؟ هعتبرها ورقة تجارية بجانب الثلاثة اوراق اللي ذكرها المشرع في القانون التجاري واتكلمنا عن الاوراق التجارية عرفنا ايه هي الوظائف بتاعتها عرفنا ايه هي الخصائص بتاعتها وخصصنا اتكلمنا عن الكنبيالة واتكلمنا عن الشيك وعن استند الازني في عجالة ولكن بدأنا في شرح الكنبيالة واتكلمنا مع بعض عن الكنبيالة وعرفنا ايه هي الكنبيالة وعرفنا ان هي ورقة تجارية بتتكون من كم طرف قلنا فيها تلات اطراف مين هم اطراف الكنبيالة؟ هما الساحب والمسحوب عليه والمستفيد في الكنبيالة طيب وقلنا ان بموجب هذه الكنبيالة او بموجب هذه الورقة ايه اللي بيحصل بيحصل ان الساحب بينشئ هذه الكنبيالة او بيسحب هذه الكنبيالة على المسحوب عليه وبيوجه له امر بالدفع الى المين الى طرف ثالث وهو المستفيد وقلنا ان بيتحدد ممكن الكنبيالة تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وممكن تكون مستحقة الوفاء في تاريخ معين او في تاريخ لاحق بعد كده طيب ده اللي عرفنا عن الكنبيالة وعرفنا كمان اتكلمنا مع بعض عن انشاء الكنبيالة وعرفنا ايه هي البيانات اللي المفروض تكون موجودة في الكنبيالة وايه هي الشروط عرفنا ان انا عندي شروط موضوعية وشروط شكلية وعرفنا ان الشروط الموضوعية كانت هي الرضا الصحيح وعندي السبب والمحل والاهلية وفي الشروط الشكلية عرفنا ان كان في شرط الكتابة وشرط توافر بيانات الزمية اشترطها المشرع وعرفنا ان هم عشر بيانات الزمية بتكون موجودة في الكنبيالة وقلنا ان ما ينفعش ان احنا اي بيان من هذه البيانات يترك ليه لان ترك هذه البيانات زي ما قلنا بيعرض الكمبيالة للبطلان ما عدا في عندي قلنا ان في بعض البيانات ممكن ان هي تتخلف عن الكمبيالة وتكون مش موجودة ومع ذلك لتبطل الكمبيالة زي ايه زي تخلف بيان مكان الانشاء تخلف بيان مكان الوفاء تخلف بيان معاد الاستحقق وقلنا لو تخلف بيان مكان الوفاء ايه اللي بيتم هقولنا ان بنعتبر ان المكان الوفاء هو مكان او موطن المسحوب عليه طيب لو تخلف بيان مكان الانشاء قلنا هنعتبر ان مكان الانشاء هو ايه هو موطن او مكان الساحب او عنوان الساحب طيب وقلنا لو تخلف معاد الاستحقاق بتكون هذه الكمبيالة مستحقة الدفع لدى الاطلاع طيب بعد كده لما اتكلمنا اتكلمنا عن تداول الكمبيالة وعرفنا ان انا عندي كم طريقة من طرق التداول في الكمبيالة عندي طريقتين وهما التظهير والتسليم واتكلمنا عن التظهير وعرفنا انه هو طريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي اجراءات او اي اشتراطات علشان يقدر المظاهر يقوم بها او ينقل حقه في الكمبيالة لشخص اخر وعرفنا ان فيه عندي تلات انواع من انواع التظهير وهما التظهير الناقل الملكية التظهير التوكيلي التظهير التأميني وعرفنا كل نوع فيهم وكمان اتكلمنا عن اثاره واتكلمنا على الصيغة الخاصة به اتكلمنا بعد كده عن التسليم وعرفنا التسليم ان انا بنقل الكمبيالة من يد الى يد بدون ما اكتب اوراق وبدون ما اضع اي توقيع لي على الكمبيالة وعرفنا ان المشرع لا يشجع على التسليم كطريقة من طرق التداول قلنا لان هو بتتعرض هذه الطريقة او بتتعرض الكمبيالة بهذه الطريقة الى الصارقة مخاطر الصارقة والضيع وبعد كده اتكلمنا عن ضمانات الوفاء بالكمبيالة واتكلمنا عن القبول وقلنا ان القبول هو ضمانة صرفية في الكمبيالة ناشئة عن الالتزام بالتوقيع ناشئة عن التوقيع على الكمبيالة طيب وقلنا ان القبول مين اللي بيقوم به قلنا اللي بيقوم به هو المسحوب عليه والقبول دايما بيكون قبل معاد استحقاق الكمبيالة يبقى قبل معاد الاستحقاق بيتوجه الحامل الى المسحوب عليه بالكمبيالة علشان يوقع عليها فلو هو وقع بالقبول بيصبح المسحوب عليه هو المدين الأصل في الكنبيالة طيب لو لم يوقع عليها لا بقى بيقوم المستفيد أو بيقوم حامل الكنبيالة ببعض الإجراءات قبل أن يرجع على باقي الملتزمين الموجودين في الكنبيالة طيب وكلمنا بعد كده عن الضمانة التانية من ضمانات الوفاء بالكنبيالة وهي ضمانة مقابل الوفاء وعرفنا أن مقابل الوفاء هو دين نقدي موجود على المسحوب عليه لصالح الساحب يبقى في العلاقة ما بين الساحب والمسحوب عليه الساحب دائن للمسحوب عليه بمبلغ من المال المبلغ ده هو اللي بسميه مقابل الوفاء وعرفنا أن مقابل الوفاء هو ضمانة من الضمانات العامة على الكنبيالة طيب وتوقفنا عند شروط مقابل الوفاء طيب دعالوا نفتكر مع بعض شروط مقابل الوفاء ونستكمل درس مقابل الوفاء قلنا أول شرط عندي مقابل الوفاء دين نقدي يعني إيه دين نقدي؟ قلنا لابد أن يكون مقابل الوفاء مبلغ من النقود ليه؟ لأن الكنبيالة هنا عندي ورقة تجارية وإحنا اتفقنا أن أي ورقة تجارية بيكون محل الالتزام اللي موجود فيها إيه؟ بيكون مبلغ من النقود طيب تاني شرط معايا مقابل الوفاء موجود في ميعاد الاستحقاق يبقى قلنا عند حلول ميعاد الاستحقاق لابد أن يكون مقابل الوفاء بيقدمه مين؟ بيقدمه الساحب للمسحوب عليه عند ميعاد الاستحقاق تالت شرط مقابل الوفاء مستحق الأداء في ميعاد الاستحقاق يعني ما ينفعش يكون العلاقة اللي ما بين الساحب أو المبلغ اللي للساحب على المسحوب عليه يكون مستحق الأداء بعد سنة مقابل الوفاء مستحق بعد سنة ويجي الساحب يسحب كمبيالة لصالح المستفيد وتكون مستحقة الأداء بعد 6 شهور يبقى ما ينفعش أن أنت تجبر المسحوب عليه بأنه هو يوفي قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق الموجود فيها طيب مقابل الوفاء لابد أن يكون مساوي على الأقل لمبلغ الكمبيالة ولو تفتكروا كنا قلنا أن لو مثلا مقابل الوفاء عندي مبلغ 10.000 جنيه يبقى أنا أقدر أسحب كمبيالة بمبلغ 5000 جنيه وأقدر أسحب كمبيالة بمبلغ 10.000 جنيه مثلا لكن ما أقدرش أن أنا أسحب مبلغ 20.000 جنيه ما أقدرش أسحب كمبيالة بمبلغ 20.000 جنيه ليه؟ لأن هي أكبر من مبلغ مقابل الوفاء اللي موجود لدى المسحوب عليه طيب وقلنا مين الملتزم بتقديم مقابل الوفاء اتفقنا أن الساحب هو الملتزم بتقديم مقابل الوفاء للمسحوب عليه في معاد استحقاق الكمبيالة لأنه هو اللي حصل على قيمة الكمبيالة من المستفيد الأول ولذلك هو حرر الكمبيالة أو سحب الكمبيالة ليه؟ لأنه هو اللي حصل على النقود أو على مبلغ أو قيمة الكمبيالة من المستفيد الأول ولذلك أو بعد كده وجه هذا الأمر للمسحوب عليه بدفع قيمتها فالساحب قلنا يجب عليه إعطاء المسحوب عليه مقابل الوفاء وإلا بيكون أثرى على حساب الغير وعرفنا مع بعض يعني إيه أثرى على حساب الغير يعني حصل على نقود من شخص بدون ما يكون لها مقابل اتكلمنا بعد كده عن إثبات مقابل الوفاء وكنا بدأنا فيه وقلنا إيه هي أهمية إثبات وجود مقابل الوفاء وقلت لك إحنا عندنا كام طرف من الأطراف الموجودين عندي في الكمبيالة قلنا أول حاجة عندي حامل الكمبيالة وقلنا إن حامل الكمبيالة عايز يثبت مقابل الوفاء علشان يستفيد منه يعني إيه يستفيد منه؟ يعني مقابل الوفاء دوت هو اللي يعتبر المبلغ الموجود في الكمبيالة فبالتالي المستفيد عايز يستوفي قيمة الكمبيالة بتاعته دي الفلوس الخاصة بيه أو نقوده طيب عندي الساحب الساحب عايز يثبت أنه أقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه ليه؟ لأن المستفيد لو راح للمسحوب عليه والمسحوب عليه رفض أنه يوفي بقيمة الكمبيالة أو قال له أنا ما عنديش مقابل وفاء ورفض هذا ورفض دفع الكمبيالة المستفيد بيرجع على مين؟ بيرجع على الساحب فبيبقى الساحب دلوقتي المبلغ ده موجود في زمته أو هو ضامن لهذا المبلغ لمين؟ للمستفيد فالساحب عايز يثبت أنه أقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه عشان يبرئ زمته تالت طرف معايا وهو المسحوب عليه المسحوب عليه عايز يثبت انتفاء مقابل الوفاء ليه؟ لأنه ممكن يكون قد قبلها على المكشوف لكي يبرر امتناعه عن القبول أو الوفاء طيب يعني إيه قبل قبل الكمبيالة على المكشوف؟ ما هو هنا لو الساحب راح سحب كمبيالة لصالح المستفيد على المسحوب عليه؟ احنا قلنا هو اللي سحب هذه الكمبيالة علشان فيه علاقة سابقة ما بين الساحب والمسحوب عليه بمقتضاها الساحب دائن للمسحوب عليه بقيمة أو بمبلغ مالي المبلغ دا سميناه مقابل الوفاء طيب لو الساحب مالوش فلوس عند المسحوب عليه يعني لو الساحب ليس دائناً للمسحوب عليه هل في هذه الحالة أقدر أقول أن الساحب من حقه أن يسحب كمبيالة علشان المسحوب عليه يدفعها؟ طب هدفعها إزاي؟ ما هو مش مدين بحاجة للساحب منطقياً هذه العلاقة طبعاً غير متصورة لكن ما بين التجار بتقوم هذه العلاقة وبالفعل ممكن تاجر يتصل بتاجر تاني يقول له بص أنا هسحب عليك كمبيالة بعد إذنك هسحب عليك كمبيالة بمبلغ كذا لكن عند معادة الاستحقاق اللي هو مثلاً هيكون بعد شهرين عند معادة الاستحقاق أنا إيه؟ أنا هكون مقدم لك مقابل الوفاء الفلوس هتكون موجودة عندك اللي أنت هتوفي بيها المين؟ لحامل الكمبيالة في الحالة دي يبقى بنقول إن الكمبيالة سحبت على المكشوف أو مقابل الوفاء عندي هنا على المكشوف طبعاً كل الأمور دي في المعاملات التجارية بتكون وردة وبتم فعلاً طيب يبقى نرجع هنا للمسحوب عليه ونقول إن المسحوب عليه عايز يثبت انتفاء مقابل الوفاء ليه؟ لأنه ممكن يكون قبل هذا الوفاء أو قبل هذه الكمبيالة على المكشوف علشان يقدر يبرر امتناعه عن القبول أنت ممتنع ليه؟ يا مسحوب عليه؟ أنا ممتنع لأن هذه الكمبيالة تم سحبها على المكشوف أو أنا قبلتها على المكشوف يعني ما كانش فيه مقابل وفاء من الأصل طيب مين بقى اللي هيقع عليه عبء إثبات مقابل الوفاء؟ عندي هنترق ما بين حالتين أول حالة قبول المسحوب عليه للكمبيالة يبقى أنا عندي هنا الكمبيالة دي زي ما احنا شايفين مؤمن اللي هو المسحوب عليه هو قبل فعلاً هذه الكمبيالة وقع عليها بالقبول وكاتب مقبول الدفع وموقع عليها ومفروض كمان أنه هو مقرخ هذا القبول يعني كاتب تاريخ القبول طيب يبقى في حالة إذا كان المسحوب عليه قبل الكمبيالة فدي قرينة على وجود مقابل الوفاء لديه أنت ليه؟ قبلت الكمبيالة لأنه مفروض أنا كده هتوقع أو هيخيل إليه أن هذه الكمبيالة أنت مقابل الوفاء بتاعها بالفعل عندك ولذلك أنت قبلتها يبقى ديه مجرد قرينة وممكن المسحوب عليه يقدم ما يفيد أنه مقابل الوفاء زي ما قلنا هو قابل هذه الكمبيالة على المكشوف لكن بداية إحنا بنقول أو القاعدة العامة بتقول أنه قبول المسحوب عليه للكمبيالة هو قرينة على وجود مقابل الوفاء لديه وبناءً عليه لا يستطيع المسحوب عليه أنه يحتاج على الحامل بأي احتجاج كان ممكن يحتاج به على الساحب أنت قابلت الكمبيالة يا مسحوب عليه خلاص بقى كل الحجاج أو كل الاحتجاجات اللي كان ممكن بتحتاج بيها على الساحب اللي أنت في الأصل واخد منه الفلوس خلاص أنت بشقدر تحتاج بيها على مين؟ على الحامل حامل الكمبيالة بما إنك إيه؟ قابلت هذه الكمبيالة طيب الحالة التانية إذا لم تتضمن الكمبيالة قبول المسحوب عليه طيب لو الكمبيالة المسحوب عليه لم يقبلها وده في حالة إيه؟ في حالة وجود شرط عدم تقدمها للقبول لو نفتكر ممكن الساحب يشترط فيه الكمبيالة على المستفيد أو على حامل الكمبيالة أنه لا يقدم هذه الكمبيالة للقبول اللي هو شرط عدم القبول في حالة تانية في حالة رفض المسحوب عليه لقبول الكمبيالة لو المستفيد أو حامل الكمبيالة قدم الكمبيالة للمسحوب عليه والمسحوب عليه رفضها في الحالة دي بيكون عبء الإثبات على الساحب هقول تاني الحالة التانية لو الكمبيالة بتعطي الساحب لم يقبلها سواء بقى هو لم يقبلها لأنه أصلاً الكنبيالة موجود فيها شرط عدم تقدمها للقبول أو هو لم يقبلها لأنه رفضها لما قدمت إليه في الحالتين بيكون عبء الإثبات على مين على استحي يبقى كده عرفنا عبء الإثبات عبء إثبات مقابل الوفاء بيقع على مين طيب خلني بالك عايزين بقى نعرف دلوقتي حق حامل الكنبيالة على مقابل الوفاء هل حامل الكنبيالة بيمتلك مقابل الوفاء؟ أنت قلت لي أيوة هو بيمتلك مقابل الوفاء وقلت لي كمان بمجرد ما الكنبيالة بتنتقل للحامل بينتقل ليه مقابل الوفاء وبيبقى قدامه إما أنه هو يرفع دعوة الكنبيالة أو يرفع دعوة مقابل الوفاء بس خلي بالك بقى إن حق حامل الكمبيالة على مقابل الوفاء بيتعرض هنا المشكلة إيه هي المشكلة؟ المشكلة إن فيه عندي تعارض ما بين قاعدتين أول قاعدة بتقول إن ملكية مقابل الوفاء تنتقل من تاريخ الإنشاء من تاريخ إنشاء إيه؟ من تاريخ إنشاء الكمبيالة يبقى أنا عندي لو جبت الكمبيالة وكتبت تاريخ الإنشاء بتاعها مثلا في إنشاء الكمبيالة في أول أكتوبر طيب يبقى في الحالة دي من شهر اكتوبر او من اول اكتوبر هذه الكنبيالة انتقلت ملكيتها المين او مقابل الوفاء انتقلت ملكيته للحامل الشرعي الكنبيالة طب دي اول قاعدة طب تاني قاعدة تاني قاعدة بتقولك الساحب له حرية التصرف في مقابل الوفاء الى معاد الاستحقاق تاني الساحب له حرية التصرف في مقابل الوفاء الى معاد الاستحقاق لأ انت كده بقى كده بتلق بطن ازاي ان بتقولي ان حامل الكنبيالة له حق في مقابل الوفاء من تاريخ انشاء الكنبيالة وترجع تقولي ان الساحب له حق في مقابل الوفاء لغاية معاد الاستحقاق طيب هنعمل ايه وازاي الكلام ده بيتم بيقولك اصل دلوقتي ممكن الساحب ازاي يكون له الحق في انه هو او له حق في مقابل الوفاء لحد معاد الاستحقاق الساحب دوت احنا عارفين انه هو المفروض انه لما قدم مقابل الوفاء الى المسحوب عليه هو المفروض ممكن يكون قدمه له عند انشاء الكنبيالة يعني هو بيكتب الكنبيالة كان مقابل الوفاء موجود فعليا عند المسحوب عليه وفي حاجة تانية ما ممكن بقى اثناء الفترة دي الساحب يسترد هذا المبلغ من المسحوب عليه لانه هو بيظل في برضه في ملكية الساحب لحد معاد الاستحقاق وممكن دائني الساحب يجو يحجزوا على هذا المبلغ عند المسحوب عليه بدعوة ايه حجز مال المدين لدى الغير يبقى دلوقتي احنا شايفين القعدتين ركزوا معايا ايه القعدتين المتعرضتين او القعدة بتقولي ان الحامل له حق على مقابل الوفاء في الكنبيالة من تاريخ انشاء الكنبيالة والقعدة التانية بتقولي الساحب له حق على مقابل الوفاء لحد معاد الاستحقاق جه الفقه والقضاء فضوا لهذا التعرض ازاي الفقه والقضاء فض التعرض وقالك ان الحامل ايوة له حق في ملكية مقابل الوفاء من يوم فعلا انشاء الكنبيالة بس خلي بالك هذا الحق حق احتمالي وغير مؤكد حق ايه احتمالي وغير مؤكد طب انت بيتأكد حق حامل الكنبيالة على مقابل الوفاء ركز معايا بقى قوي في الجزئية دي حق حامل الكنبيالة بيتأكد في ملكية مقابل الوفاء في ثلاث حالات اول حاجة بيتأكد عند حلول موعد الاستحقاق او عند قبول المسحوب عليه للكمبيالة يبقى بمجرد ما موعد الاستحقاق بيحل بيتأكد حق حامل الكنبيالة في ملكية مقابل الوفاء ولو المسحوب عليه قابل الكنبيالة برضو بيتأكد حق حامل الكنبيالة في ملكية مقابل الوفاء يبقى إمتى بيتأكد حق الحامل في ملقية مقابل الوفاء؟ بيتأكد عند حلول موعد الاستحقاق أو عند قبول المسحوب عليه للكمبيالة طيب تاني حالة عندي تاني حالة بيتأكد بالاختار يعني إيه الاختار؟ بيتأكد باختار الحامل للمسحوب عليه بأنه يحتفظ بالمبالغ اللازمة للوفاء بقيمة الكمبيالة فالحامل في الحالة دي بيعمل إيه؟ بيبعث اختار أو بيختر المسحوب عليه بأنه يحتفظ بالمبلغ بتاع الكمبيالة عنده يبقى الحامل تاني الحامل بيختر المسحوب عليه بأنه يحتفظ بمبلغ قيمة الكمبيالة لديه علشان وقت ما يطلبها منه أو وقت الاستحقاق يوفي بقيمة هذه الكمبيالة تالت حالة عندي بيتأكد حق حامل الكمبيالة بالتخصيص يعني إيه التخصيص؟ التخصيص ده معني إن الحامل حامل الكمبيالة بيتطفق مع الساحب إنه هما يخصصوا مبلغ معين عند المسحوب عليه بص يا مسحوب عليه المبلغ ده هنخصصه عندك علشان وقت ما الحامل الكمبيالة يحل موعد الاستحقاق ياخده منك يبقى في الحالة دي بيتأكد حق الحامل في ملكية مقابل الوفاء بالتخصيص تاني إمتى بيتأكد حق الحامل في ملكية مقابل الوفاء في ثلاث أو إيه؟ عند حلول موعد الاستحقاق أو عند قبول المسحوب عليه للكمبيالة اتنين بالاختار ثالث حاجة بالتخصيص طيب تعالوا بقى نعرف مع بعض آثار ملكية مقابل الوفاء هو كده أنا عندي مقابل الوفاء فعلا أصبح الحامل الشرعي للكمبيالة أصبح مالك لمقابل الوفاء طيب إيه آثار الملكية دي بقى؟ قال لك أول حاجة جواز اعتراض الحامل على دفع المسحوب عليه لمقابل الوفاء للساحب خلاص بقى هو مقابل الوفاء بقى ملك مين؟ بقى ملك المسحوب علي فبمجرد أن يتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء بيصبح ملكا له بيستطيع الحامل الاحتجاج لدى المسحوب عليه في أي تصرف في مقابل الوفاء حتى لو كان للساحب تاني هنقول إيه؟ هنقول إن بمجرد ما حق الحامل بتتأكد على مقابل الوفاء فهو في الحالة دي بيقدر يحتج على أي تصرف المسحوب عليه هيعمله في هذا المبلغ أو في مقابل الوفاء حتى لو كان في صالح أو حتى لو كان هذا التصرف للساحب نفسه طيب تاني أثر معايا من الآثار هو عدم جواز الحجز من قبل دائين الساحب على مقابل الوفاء فبرضو بمجرد أن يتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء وبيصبح مالك له بيخرج المبلغ من زمة الساحب ومن الضمان العام لدائيني فلا يستطيع دائين الساحب الحجز عليه عن طريق حجز مال المدين لدى الغير احنا قلنا من شوية أن ممكن الساحب لو لسه ما تأكدش حق الحامل على هذا المقابل الوفاء قلنا أن ممكن دائينين الساحب يحجزوا على المبلغ حتى لو كان عند المسحوب عليه دائين الساحب يحجزوا على المبلغ بإيه بدعوة حجز مال المدين لدى الغير لكن بمجرد بقى ما يتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء بطريقة من الثلاثة اللي احنا قلناهم في الحالة دي ما يقدرش دائيني الساحب أن هم يحجزوا على هذا المبلغ ليه لأن المبلغ ده خلاص خرج من زمة الساحب ومن الضمان العام لدائيني تالت أثر معايا من أثر ملكية مقابل الوفاء هو التزاحم على مقابل الوفاء يعني التزاحم على مقابل الوفاء بيفترض ليه هنا فرض وهو إذا سحبت عدة كيمبيالات على مقابل وفاء لا يكفي لوفاءها كلها فهنفرق ما بين أربع حالات يعني إحنا كده هنفترض أن في عندي مقابل وفاء بمبلغ عشر تلاف جنيه مثلا وأنا سحبت عليه الساحب سحب عليه عدد من الكمبيالات يعني مثلا كيمبيالة بخمسة وكمبيالة بسبعة كيمبيالة باربعة المهم أن محصلة هذه الكمبيالات أكبر من المبلغ بتاع مقابل الوفاء قالك في الحالة دي هنفرق ما بين أربع حالات إيه الأربع حالات اللي عندي؟ أول حالة إذا كانت الكمبيالات مسحوبة في تواريخ مختلفة يعني إيه؟ يعني فيه كيمبيالة مثلا مسحوبة في نوفمبر فيه كيمبيالة مسحوبة في ديسمبر فيه كيمبيالة مسحوبة مثلا في مارس طيب يبقى في الحالة دي هنقول أن المفروض من الأحق باستفاء قيمة الكمبيالة هيكون حامل الكمبيالة الصابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره تمام؟ يبقى في الحالة دي هنشوف بقى من أول كيمبيالة صحبت الكمبيالة اللي كانت في شهر مارس طيب يبقى في الحالة دي حامل الكمبيالة ده اللي هو كيمبيالة صحبت في شهر مارس هو ده اللي هيكون ليه الأسبقية في أنه هو يستوفي الكمبيالة بتاعته وهيكون مقدم على غيره من الكمبيالات تاني حالة عندي إذا كانت الكمبيالات مسحوبة في تاريخ واحد كل الكمبيالات مثلا مسحوبة في أول نوفمبر ففي الحالة دي هنعمل إيه؟ هنقدم الكمبيالة اللي بتحمل توقيع المسحوب عليه على غيرها من الكمبيالات يبقى في الحالة دي أنا هشوف الكمبيالات كلها التلات كمبيالات مثلا مسحوبين في أول نوفمبر فانا هدور على الكنبيالة اللي عندي المسحوب عليه وقع عليها بالقبول هي دي اللي هتقدم على غيرها وهي دي اللي هيتم الوفاء بيها الاول عرفنا بقى ليه دلوقتي احنا قلنا ان القبول ضمانة من ضمانات الوفاء بالكنبيالة هنا عندي هنا اهو ظهر القبول كضمانة بجانب ملكية مقابل الوفاء واصبح لك الاسبقية في الاستفاق قيمة الكنبيالة طيب تالت حالة عندي اذا لم تحمل اية كنبيالات قبول المسحوب عليه يعني انا عندي التلات كنبيالات مفيش ولا كنبيالة فيهم المسحوب عليه الموقع عليها بالقبول في الحالة دي هنفضل الكنبيالة اللي خصص ليها مقابل وفاء فاكرين لما قلنا امتى بيتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء قلنا بالتخصيص طيب ايه هنا دلوقتي بنقول ايه يبقى هيفضل الكنبيالة اللي خصص ليها مقابل وفاء طيب رابع حالة معايا هي لو الكنبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول يبقى لو فيه كنبيالة عندي من الكنبيالات التلاتة اللي قدامي فيها اشترط فيها استاحب مثلا شرط عدم القبول دي هاعتبرها اخر كنبيالة انا هوفي بيها يبقى هذه الكنبيالة بتأتي في ايه في المرتبة الاخيرة يبقى كده عارفنا مع بعض ايه هي اثار ملكية مقابل الوفاء وهي اول حاجة جواز اعتراض الحامل على دفع المسحوب عليه لمقابل الوفاء للساحب اتنين عدم جواز الحجز من قبل دائن الساحب على مقابل الوفاء ثلاثة التزاحم على مقابل الوفاء طيب كده بقي معنا اخر ضمانة من ضمانات الوفاء بالكنبيالة وهي التضامن طيب يعني ايه تضامن؟ التضامن يعني ان جميع الموقعين على الكنبيالة ضامنين متضامنين للوفاء بقيمة الكنبيالة احنا اتفقنا مع بعض ان اي حد بيوقع او اي شخص بيوقع على الكنبيالة بيصبح ملتزم في هذه العلاقة الصرفية بما انه وقع عليها يبقى انا عندي هنا يعني ايه يعني الساحب المسحوب عليه المظاهرين الضامنين اي شخص بيوقع على هذه الكنبيالة فهو ضامن متضامن لهذه الايه للوفاء بقيمة هذه الكنبيالة هو ده التضامن اللي موجود عندنا ودي كانت اخر ضمانة من ضمانات الوفاء بالكنبيالة يبقى انا دلوقتي عرفت عندي كم ضمانة من ضمانات الوفاء بالكنبيالة يبقى دلوقتي الحامل بيضمن حقه في الكنبيالة بضمانة من ثلاثة ايه هي القبول مقابل الوفاء التضامن وبكده نكون انتهينا من ضمانات الوفاء بالكنبيالة وهنبدأ دلوقتي مع بعض هنبدأ مع بعض دلوقتي في الوفاء بالكنبيالة هندرس يعني ايه الوفاء بالكنبيالة وامتى بيتم الوفاء بالكنبيالة تعالوا معايا يلا هنشوف يعني ايه الوفاء بالكنبيالة اما هاجة اتكلم عن الوفاء بالكنبيالة هقول اول سؤال امتى بيتم الوفاء بالكنبيالة قالك بيتم الوفاء بالكنبيالة عند حلول معادة الاستحقاق أنا قدامي الكنبيالة موجود فيها معادة الاستحقاق مجرد ما بيحل هذا المعاد بيتم بيبقى هو ده الوقت اللي بيتم فيه الوفاء بالكنبيالة طيب لو تفتكروا معنا إحنا لما كنا بنتكلم عن البيانات الإلزامية في الكنبيالة قلنا المشرع حدد طرق معينة أو طرق محددة لتحديد معاد الاستحقاق كان عندي أربع طرق حددهم المشرع أول طريقة وهي إن الكنبيالة قد تكون مستحقة الدفع لدى الاطلاع تاني حاجة الكنبيالة قد تكون مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع تالي حاجة الكنبيالة تكون مستحقة الدفع في تاريخ معين رابع طريقة الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من إصدارها تعالوا بقى نفتكر مع بعض احنا بنراجع اهو على طرق تحديد معاد الاستحقاق قلنا اول طريقة او اول حاجة الكمبيالة قد تكون مستحقة الدفع لدى الاطلاع احنا معينا الكمبيالة بتاعتنا وشايفين داخل المستطيل الاصفر مكتوب تاريخ الاستحقاق لدى الاطلاع يبقى هنا دلوقتي الكمبيالة دي معناها ايه؟ معناها ان بمجرد ان المستفيد او حامل الكمبيالة هيروح يقدم الكمبيالة للمسحوب عليه هتكون مستحقة الدفع بمجرد تقدمها للمسحوب علي يبقى دي كده عندي اول طريقة وبتكون بيقدمها للوفاء خلال مدة سنة من تاريخ انشأها يعني ايه خلال مدة سنة؟ يعني هل ممكن المستفيد ياخد بقى الكمبيالة ويحطها في جيبه 3-4-5 سنين؟ لا خلي بالك انت ليك مدة محددة الحامل له مدة محددة عشان يقدمها للوفاء المدة دي هي سنة يعني ايه؟ والمدة دي زي ما احنا شايفين هي مدة قانونية يعني ايه مدة قانونية؟ يعني القانون هو اللي حددها القانون ادى الحامل او اعطى للحامل مدة سنة يقدم فيها الكمبيالة للمسحوب عليه؟ علشان يقبلها طيب لو عدت مدة السنة في الحالة دي لو يقدمها بيكون الحامل مهمل وهنعرف مع بعض ان الحامل المهمل زي ما بنقرر دايما بيتعرض لعقاب قليم على اهماله وممكن بيصل الى سقوط حقه في الكمبيالة طيب للساحب انه يقوم باطالة المدة يبقى احنا عرفنا ان عندي في مدة قانونية وهي السنة القانون حددها للحامل حامل الكمبيالة او المستفيد في الكمبيالة يقدر انه هو في خلال هذه السنة انه يقدم الكمبيالة للمسحوب عليه وسميناها مدة قانونية في عندي كمان مدة اتفاقية فمن حق الساحب انه يقوم باطالة المدة يعني ايه؟ يعني لو بصينا جوه المستطيل الاسفر هنلاقي ان تاريخ الاستحقاق مكتوب فيه تستحق لدى الاطلاع ويجب تقدمها بعد سنة ونص احنا المشرع كان محدد سنة بس من حق الساحب انه يقوم باطالة هذه المدة فزي ما احنا شايفين هنا في المثال الساحب اطال المدة لسنة ونص ممكن يقول بعد سنتين مثلا يبقى دي بنسميها مدة اتفاقية لانها تمت بالاتفاق وللساحب كمان انه هو يأثر هذه المدة يعني زي ما احنا شايفين فيه المثال كاتبين في تاريخ الاستحقاق لدى تستحق لدى الاطلاع ويجب تقدمها خلال ستة اشهر يبقى هو هنا الساحب قصر المدة من سنة من ستة ايه اشهر وايضا دي بنسميها مدة اتفاقية لانها تمت بالاتفاق طيب للمظاهرين كمان انه هما يقوموا بتقصير المدة لكن خلي بالك المظاهر من حقه يأثر المدة لكن مش من حقه انه هو يطيل المدة يعني من حقه انه هو يكتب زي ما احنا شايفين كده في المثال ان الكنبيالة مستحقة الدفع لدى الاطلاع ويجب تقدمها خلال ستة اشهر يعني هو قلل عن السنة اللي كان محددها المشرع لكن ما ينفعش يزود عن السنة يبقى للمظاهر ايضا ان يقوم بتقصير المدة ولكن لا يجوز له اطالتها ويستفيد منه المظاهر فقط يبقى من اللي هيستفيد من الشرط دوت او من هذا التعديل المظاهر فقط اللي هيستفيد منه اللي حدده المظاهر اللي حدده فقط طيب تاني طريقة معايا وهي هنلاقي ان الكنبيالة قد تكون مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع احنا شايفين في المثال اللي معنا داخل المستطيل هنكتبين ان تاريخ الاستحقاء بعد شهر من الاطلاع فهنعرف ان المستفيد هنا لازم يقدمها للاطلاع او يقدمها للقبول خلال مدة سنة اللي هي المدة اللي محددها من المشرع طب ده بيتم ازاي؟ بيتم كالأتي طبعا الحامل حامل الكنبيالة او المستفيد بيقدم الكنبيالة للمسحوب عليه فالمسحوب عليه بيقبلها لو قبلها بيقرخ هذا القبول وبيحسب تاريخ الاستحقاء من تاريخ الاطلاع يبقى هنا دلوقتي لو انا مثلا قدمت هالو في شهر مثلا خمسة فيبقى احنا هنحسب شهر من هذا يبقى هو اطلع عليها او قبلها في شهر خمسة يبقى هنحسب التاريخ بتكون مستحقة بعد ايه؟ بعد شهر من تاريخ الاطلاع او من تاريخ القبول يبقى في الحالة دي هتستحق في شهر ستة يبقى بيقبلها المسحوب عليه وبيقرخ القبول وبيحسب تاريخ الاستحقاق من تاريخ الاطلاع وهي مدة ايه؟ مدة شهر طيب تدل لو لم تقدم خلال هذه المدة قلنا برضو بيكون ايه؟ بيكون الحامل مهمي طيب تالت طريقة عندي وهي الكنبيالة مستحقة الدفع في تاريخ معين ودي ما فيش فيها اي مشكلة فالكنبيالة لو زي ما احنا شايفين في المثال مستحقة الدفع في اول اغسطس في اول تمانية يبقى في الحالة دي هنقدمها في ايه؟ هتقدم في اول تمانية او هتكون مستحقة الدفع في اول تمانية اللي هو التاريخ اللي موجود قدامي بدون اي مشكل طيب عندي رابع طريقة الكنبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من اصدارها وده هنا بعد مدة معينة من اصدارها بيحسب التاريخ من تاريخ الانشاء احنا شايفين في الكنبيالة هنا مكتوب في تاريخ الاستحقاق تستحق بعد ثلاث شهور من تاريخه ايه المقصود من تاريخه هنا من تاريخ الانشاء يبقى هذه الكنبيالة تستحق بعد ثلاث شهور من تاريخ انشاءها يبقى لو انشأت في شهر زي ما احنا شايفين كده في واحد ستة يبقى تكون مستحقة فين بعد ثلاث شهور يعني تكون مستحقة في اول تسعة او في اول سبتمبر يبقى دي عندي الاربع طرق اللي حددها لي المشرع والمشرع نبه على ان الكنبيالة لو اجتملت على معاد الاستحقاق جير الموعيد تالفة الزكر بتكون الكنبيالة باطلة يعني ايه على معاد غير الموعيد سالفة الزكر يعني مثلا لو جيت كتبت في تاريخ الاستحقاق تكون الكنبيالة مستحقة في عيد الاطحى ينفع؟ لا ما ينفعش او تكون الكنبيالة مستحقة في يوم البلانتين او في يوم عيد الام لا كل دوت لا يجوز وبتكون الكنبيالة باطلة يبقى دلوقتي لازم التزم وانا بحدد معاد الاستحقاق في الكنبيالة بالاربع طرق اللي نبه عليها المشرع حتى لا تتعرض الكنبيالة للايه؟ للبطلة طيب اذا لم تشتمل بقى الكنبيالة لو الكنبيالة ما كانش فيها اي معاد استحقاق هتعتبر مستحقة الدفع لدى الاطلاع يبقى انا لو ما كتبتش في الكنبيالة اي تاريخ للاستحقاق يبقى في الحالة دي نحفظ مع بعض بقى هتكون الكنبيالة ايه؟ هتكون مستحقة الدفع لدى الاطلاع طيب لما بيحل معادة الاستحقاق زي ما احنا اتفقنا قلنا بيجب على الحامل التوجه للمسحوب عليه للحصول على قيمتها طيب انا ليه هنا بقول يجب على الحامل ليه لان دلوقتي لو الحامل مرحش لما يحل معادة الاستحقاق ولم يتوجه الى المسحوب عليه او اهمل في ذلك فيبقى في الحالة دي احنا بنقول ايه الحامل حامل مهمل يبقى لما بيحلم يعاد استحقاق الكمبيالة يجب على الحامل التوجه للمسحوب عليه للحصول على قيمتها فإذا قبل المسحوب عليه دافع قيمة الكمبيالة انقضى الالتزام الصرفي الثابت في الكمبيالة وبيتسلم المسحوب عليه الكمبيالة مكتوب عليه الصيغة التالية استلمنا القيمة وخالص زي ما احنا شايفين الكمبيالة بيكتب عليها استلمنا القيمة وخالص وبتقرق وبيتم التوقيع من حامل الورقة وهو المستفيد الأخير فيها طيب بكده تكون حلقتنا معادها انتهى احنا النهاردة تناولنا مع بعض باقي درس ضمانات الوفاء بالكمبيالة بعد كده اتكلمنا عن الوفاء بالكمبيالة طيب اتمنى ان انتم يا رب تكونوا استوعبتوا كل اللي احنا شرحناه النهاردة وهنستكمل الوفاء بقيمة الكمبيالة او الوفاء بالكمبيالة في الحلقة القادمة باذن الله اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة